الحقيقة حسب كل التقارير الدولية أن حجم الانبعاثات اللي بتصدر عن مصر لا تتجاوز النصف في المية وبالرغم من هذه النسبة البسيطة جدا إلى أن مصر من أكثر الدول تضررا بسبب التغيرات المناخية عشان كده الحقيقة كان تحرك الدولة المصرية على كافة الأصعادة لمواجهة أثار التغيرات المناخية والحياة وإحنا هنا على أرض الإسكندرية المدينة الأكثر تهديدا من هذه الظواهر أو بسبب هذه التغيرات المناخية بصفتها مدينة ساحلية فكان لازم نعرف إيه اللي بيحصل هنا من مدينة الإسكندرية ده غير كمان الإسكندرية تعتبر حائط صد للدلتة من هذه التغيرات المناخية خلينا نعرف تفاصيل أكتر من ضفن ألواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية صبع الخير على حديك يا فندم وطبعا ختامه هامسكي يعني نورنا في صبع الخير يا مصر صبع الخير ليكم شرفنا بيكم في مدينة الإسكندرية وسعاداء بوجودكم معنا وسعاداء أكثر بالموضوع اللي بننقشه النهاردة موضوع التغيرات المناخية نشك حديك يا فندم طيب في البداية إحنا يمكن نتكلمنا على مدار الحلقة يا فندم على التغيرات المناخية وتأثرها على الإسكندرية وعلى دول مختلفة ومدن مختلفة الحقيقة أحاول العالم بس عايزة عرف من حضرتك إيه هي الأليات اللي بتقدروا من خلالها ترصدوا هذه الظواهر ترصدوا تأثيرات التغيرات المناخية على الإسكندرية تحديدا بسم الله الرحمن الرحيم الحقيقة هذا الموضوع أهم جدا وغاية في الأهمية خلينا أقولك لازم الناس تبقى عارفة معنى كلمة التغيرات المناخية ببساطة شديدة جدا انبعاثات كربونية وحرارية وساني قصيد الكربون بتخرج من الأرض إلى السماء فتؤدي إلى زيادة وارتفاع درجات الحرارة ارتفاع درجات الحرارة بيؤدي إلى زوابان القطب الشمالي وبتزوب القطعة وعاوزين نوضح برضو للمواطن أو المشاهد أن القطعة الواحدة اللي بتزوب في القطب الشمالي في حجم دولة إيطاليا فنعرف بتؤدي إلى ارتفاع منسوب سطح البحار والمحيطات ارتفاع المنسوب ده بيتم رصده منذ عام 1944 كان في البداية زيادة ملي متر واحد واثنين من عشرة تقريبا دلوقتي احنا بنزيد عدة سنتيمترات كل عام طبعا ده هيؤدي إلى غرق المدن اللي بتطل على البحار والمحيطات ده أمر هام جدا وأمر يشغل الدولة المصرية منذ سنوات طويلة وعشان كده احنا بدأنا نلاحظ نشوف نحر في العديد من الشواطئ بنلاحظ كميات الأمطار الكتيرة جدا اللي بتنزل علينا في الشتاء بنلاحظ تغير المناخ في الشتاء بيبقى البرد قارس أكثر من سنوات كتير والحر برضو أشد أكثر من السنوات الماضية دي العلامات البسيطة جدا اللي نحب نوضحها عشان المواطن يعرف احنا يعني ايه التغيرات المناخية التغيرات المناخية محل دراسة وأبحاث من جميع دول العالم خاصة احنا كان هناك نقطة فيها نوع من الاهتمام عقب تصريحات رئيس وزراء بريطانيا لما قال اسكندرية معرضة للغرق ومعرضة للخطر ولذلك يمكن تناولنا وتناقشنا العديد من الأبحاث العالمية خلال السنوات الماضية الأبحاث بتقول أن اسكندرية رقم خمسة من المدن على مستوى العالم معرضة للغرق والأبحاث بتقول أن مصر الدولة رقم عشرين على مستوى العالم معرضة للخطر رغم أن احنا دولة زي الدولة الأفريقية دولة مضارة دون انبعاثات حرارية أو كربونية من مصر وزي ما قلت حضرتك احنا لا نمثل خمسة من عشرة في المية بمعنى نصف في المية الانبعاثات من عندنا والدول الصناعية الكبرى أمريكا والصين هي اللي تتحمل الزنب الأكبر في أنها يخرج من عندها كميات ضخمة جدا من انبعاثات الحرارية والكربونية كل ده يعني مقدمة عشان بس المشاهد يعرف التغيرات من أخيها يعني ايه تم دراسة الأمر جيدا مصر الحقيقة منذ سنوات القريبة دي ليست بمنأة عن هذه المخاطر ومهتمة جدا خليني أتكلم عن مدينة اسكندرية فيها ايه احنا عندنا 8 مشروعات كبرى بتقام على شواطئ البحر الأبد المتوسط هذه الحواجز والحجارة يعني المواطن بيشعر باستياء من منظرها وغيرت منظر البحر دي بتتعمل عشان تحمي شواطئنا التمن مشاريع دول تكلفتهم مليار وتسعمية مليون جنيه تقريبا ولسه في تكلفة أكثر احنا أهم حاجة كان يهمنا كحماية شواطئ في وزارة الرأي تأمنها هي الألعة اللي موجودة على يسارنا لأن دي تاريخ لمصر وتاريخ الاسكندرية يمكن سيادة اللوع يعني عذرا على المقاطعة لكن الألعة اللي احنا موجودين فيها قلعة قايد باي تحديدا يمكن احنا شايفينها مقارنة كده وبروء العين هي أصبحت في مكان منخفض في منسوب يعني مياه البحر الأبيض المتوسط تحديدا وده نتيجة التغيرات المناخية حديث ذكرت أن تغيرات المناخية كانت في يعني التقديرات الأولية مليمترات الآن وبحسب الإحصائيات والتقديرات الأخيرة بتقول اللي احنا أمام يعني ارتفاع لمنسوب المياه بيقدر من 70 سنتيمتر حتى متر ونصف كيف ترى التغيرات المناخية في العالم ككل وإلى أي مدى بتعتبر اسكندرية درع حامل منطقة الدلتا لا يعني خلينا أقول لك في البداية أن الألعة تم الانتهاء من مشروع تأمينها من خلال الحجارة اللي احنا شايفينها دي والحواجز فالحمد لله القلعة تعتبر مؤمنة تماما ضد ارتفاع منسوب المياه ساعتك ذكرت أن ارتفاع عام 1944 كان ارتفاع مليمترات وأنا بقول ارتفاع دلوقتي سنتيمترات خلينا أقول لك لازم نعتمد على أن هناك أبحاث عالمية شايفة أن احنا وصلنا ارتفاع أكثر من متر وفيه أبحاث أخرى بتقول لا احنا أقل ده بيختلف نتيجة وطبيعة الأبحاث العالمية اللي بيتم دراستها فعشان نقول تحديدا ارتفاع قد ايه دلوقتي لا صعب جدا ولكن هناك فيه ارتفاع في منسوب مياه البحار والمحيطات فيه تآكل فيه العديد من الشواطئ على مستوى اسكندرية وعلى مستوى كل المدن اللي بتطلع البحر الأبض المتوسط دي مخاطر بتهددنا كلنا احنا لو اتكلمنا عن المخاطر اللي بيتعرض لها المدن الساحلية هنجد انها كثيرة جدا هندخل فيه مخاطر على السياحة مخاطر على السروة السماكية مخاطر على الزراعة مخاطر على كل أنحاء الحياة ده بيخليني أرجع وأقول احنا ايه الإجراءات اللي اتخذناها لحماية شواطئنا وهو ده المهم اللي بتقوم عليه الدولة وحماية الدلتة ككل وحماية الدلتة ككل اكيد طبعا احنا اسكندرية الوجهة الشمالية وحائط الصد الأول لمصر والدلتة بالكامل ويمكن فيه عندنا مشروع ضخم جدا بيتابعه دولة رئيس الوزرة يكاد يكون بشكل يومي وأعرف جيدا ان فخامة الرئيس بيشرف ويتابع كل لحظة بلحظة وهو مشروع يسمى الاستراتيجية المتكاملة لمياه الأمطار ايه اللي احنا بعد ما تعرضنا ليه من نوات شتوية قوية جدا خلال الاعوام ماضية بدءا من 2015 احنا شوفنا خلينا اقولك ان احنا في 2015 نزل علينا في اسكندرية 78 مليون متر مكعب العام الماضي نزل علينا 96 مليون متر مكعب مياه في خلال فترة النوات اذا احنا العام الماضي كنا اكتر من 2015 لكن الاجراءات اللي اتخذتها الدولة الحقيقة كانت اجراءات قوية جدا وكويسة ولكن هل هي تكفي الآن وفي ظل التغيرات المناخية القادمة اعتقد لسه شوية احنا عندنا مشروع البحر يا ست المحافظ يمكن انا جيت في 2015 كنت بشوف الانفاء مغمورة بالمياه في 2015 مياه الامطار النهاردة ما بقاش ده موجود بسبب مشاريع الصرف المائي تحديدا للامطار اكيد احنا خلينا اقولك واوضح اسمح لي قبل ما ننتقل من نقطة مياه الامطار دي تحديدا يعني هنكمل طبعا الجهود اللي بتجرا فيه الاسكندرية لكن فيه نقطة مهمة جدا تخص مياه الامطار بجانب الجهود اللي يمكن زي ما حضرتك قلت ان احنا بنحاول لا تعامل مع سقوط امطار بشكل اكبر لكن كمان مش فكرة التعامل في الشوارع ولا ولا لكن فكرة الاستفادة من مياه الامطار حسب خطة استراتيجية وطنية للاستفادة من مياه الامطار خلينا اقولك هو ده المشروع الضخم اللي بقلت حضرتك ان السيد رئيس الوزراء بيتابعهم طبع جيدة وفخامة الرئيس بيشرف عليه وبيتابعه يوميا وهو المشروع الاستراتيجية المتكملة لمياه الامطار اللي هو عبارة عن ان احنا ازاي نستفيد من هذه الامطار وما نضيعش نقطة واحدة المشروع عبارة عن مجموعة مراحل كل مرحلة فيها مجموعة مشروعات احنا عندنا بدأنا في المرحلة الاولى وهي تسع مشروعات بتكلفة سبعمية وخمسين مليون جنيه احنا بدأنا من حوالي شهرين في ثلاث مشروعات فقط اللي هما على الكورنيش اللي هما الناس شايفة الكورنيش ازاي بيكسروا في الكورنيش وازاي ان احنا في فصل الصيف وعندنا زائرين وضيوف كتير جدا وبنكسر في الكورنيش هذا كان امر لا بد منه وإلا الكورنيش حيغرق سيكل سنة التلات مشروع اللي احنا بنعملهم دول بتكلفة مية وخمسين مليون جنيه حننتهي منهم في تلاتين عشر ان شاء الله وده بداية مرحلة المشروع الضخم اللي بتعمله الدولة في محافظة اسكندرية نهاية المراحل اللي احنا بنتكلم فيها ان يتم تجميع كميات الامطار بالكامل وتصرفها على الدلتة الجديدة اللي سيادة الرئيس اعلن عنها مسبقا عشان تستفيد كل المناطق اللي موجودة في السحل الشمالي بمياه الامطار واستخدامها في الزراعة وفي المدن العمرانية الجديدة اللي حيتم انشاءها خلال الفترة المقبلة ان شاء الله فاحنا الدولة بتعمل ان مياه الامطار دي لا يتم تصرفها الا واستخدامها للزراعة نعم يمكن مشاريع انلاقة مشاريع زي ما حاجة ذكرت بالارقام لها تمولات ضخمة وده يخلينا هنا نتكلم على دور المجتمع الدولي تحديدا للوفاء بالتزاماته من اجل التكيف ومن اجل ايضا التخفيف ايه ابرز المشروعات اللي مقامة على ارض اسكندرية او ستقام لكنها في احتياج الى تمويل من المجتمع الدولي في البداية برضو خلينا اتكلم في المشروع الضخم اللي احنا حيتكلف مليارات ده واحنا اوضحنا لكن احنا عندنا محتاجين مشاريع ضخمة كتير جدا مشاريع لمعالجة مياه الصرف الصحي والاستفادة منها في الزراعة مشاريع استخدام الطاقة الشمسية في كل انحاء اسكندرية وكل انحاء مصر مش اسكندرية بس لان ده من اشعات تستخدم الطاقة النظيفة خلينا اقول لك ان احنا يمكن خلال الشهر الماضي محافظة اسكندرية اشترت 40 اوتوبيس كهربائي من وزارة الانتاج الحربي تستخدم في المدينة هنا ودي طاقة نظيفة بدلا من الطاقة الاحفورية والفحم او السولر او البنزين اللي ينتج عنها غاز ثاني اوكسيد الكربون في مشاريع احنا اسكندرية اول مدينة في العالم وفيها اول سوق في العالم يستخدم الطاقة الشمسية وهو السوق العمرية ده سوق الجملة احنا افتتحناه منذ عدة اشهر احنا خلينا اقول لك العديد من جهات التنفيذية والمحافظة بتستخدم حاليا الطاقة الشمسية بديلا عن طاقة الكرباء كل ده لتوفير الطاقة واستخدام الطاقة النظيفة عندنا مشروعات ضخمة بنعملها على شاطئ احنا محتاجين اجهزة انزار مبكر عشان نعرف كميات الامواج وارتفاعاتها القادمة خلال الفترات القادمة هتكون ايه ويمكن كنت في مؤتمر في مرسليا منذ عدة شهور كان بيضم 33 مدينة تطل على البحر الابض المتوسط الحقيقة انا شفت اهتمام غير عادي من عمضة مرسليا رئيس اقليم الجنوب هناك معقدوش لقاءات الا مع محافظة اسكندرية اهتمامهم باسكندرية غير عادي ده كان فخر لينا اهضر فدوريا فانش معنى ليه يعني طبعا اسكندرية مش محتاجة ان احنا نتكلم عن اهميتها بس حدري بتقول انه مكانش فيه لقاءات غير مع سيادتك فانا عايزة افنا ادرك يعني اي سبب؟ اه انا فجأت انه كلهم كل المدن اللي بتطل على البحر الابض المتوسط عاشقين لمدينة اسكندرية اه مش عاوز اقول بحاست انا عارف كويس اولي احنا اقدم سكندريات العالم احنا في 54 مدينة تسمى الاسكندرية على مستوى العالم احنا اقدم مدينة احنا اقدم من القاهرة بألف عام احنا عندنا اقدم شارع في التاريخ وهو شارع النبي دانيال المتفرع من شارع فؤاد احنا اكثر سكندريات العالم فيها اصار من كل العصور تبطية واسلامية وبطلمية ويونانية احنا عندنا اكبر عدد من الكنائس والمساجد التراسية سابقا يعني لمصر اكيد احنا احنا اهم سكندريات العالم وذلك احنا يعني بنفخر لما امر فخامة الرئيس بمؤتمر كب 27 يقام في شرم الشيخ فخر المصر كلها ان يقام وانا ظلد وخلي بالك عاوز اقول حاجة مهمة جدا كب 27 هو البداية وليس النهاية احنا بداية عام كامل هنكون مهتمين بالتغييرات المناخية ومصر الحقيقة انطلقت في هذا المجال بشكل غير عادي صحيح مبادرات اللي امر بها فخامة الرئيس اتحضر الاخدر وشراء سندات خضرة ب750 مليون جنيه والاهتمام بكل الطاقة النظيفة بدلا من الطاقة الاحفورية خلا الدولة كلها مهتمة بهذا الامر وعشان كده يمكن انا في الاول حبيت اوضح للمواطن والمشاهد معنى كلمة التغييرات المناخية يعني ايه صحيح طيب عايزة اعرف من حضراتك يا فاند مكي الحقيقة عامل مهم جدا من عوامل الحفاظ على البيئة والتعامل مع ملفة التغييرات المناخية هو وعي المواطن ومن خلال تواجدكم الميداني وسط المواطنين وقيمكم بحملات ويمكن حملات توعوية وبرش عمل وما الى ذلك عايزة اعرف من حضرتك هل وعي المواطن دلوقتي يعني تقدم في النقطة دي ولا لسه ما زلنا مزيد من العمل على نقطة الوعي تحديدا حجوبك اجابة حقيقة لا لسه شوية احنا بنقوم في مدينة اسكندرية او في محافظة اسكندرية على العديد من المبادرات الخضراء احنا بالامس كنا في لقاء هام جدا في ديوان عامل محافظة بيضم العديد من الخبراء وبيضم محافظات اسكندرية ومطروح والبحيرة عرض مشروعات من المجتمع المدني والجامعات والخبراء ازاي نكافح التغيرات المناخية وازاي نتكيف مع التغيرات المناخية الحقيقة اسكندرية الوحدها كانت مقدمة 274 مشروع فاز منهم 6 وهكذا محافظة مطروح وهكذا محافظة البحيرة احنا اتكرمنا مبارح اللي تقدموا بهذه المشاريع اللي هي فازت وحيتجمع على مستوى محافظات الجمهورية كلها مجموعة مشاريع المبادرة الرائعة دي بتقوم عليها وزارة التخطيط الحقيقة جامعة اسكندرية وجامعة فاروس وأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا كانوا متقدمين بمشروعات هيلة احنا اخترنا من كل محافظة ست مشروعات وكرمنا الفائزين فيها وليس معنا هذا ان احنا حنهمل باقي المشروعات لا فيها مشروعات غاية في الروعة وغاية في البساطة حتستفيد منها الدولة المصرية بالكامل خلال الفترة القادمة ان شاء الله وخليني معلش ادخل على مبادرة اخرى كنا عملينها اسبوع الماضي على شواطئ الاسكندرية كان معنا اربعين هاوي ومحترف من الغواصين بيجمعوا المخلفات من البحر خاصة عقب قرب انتهاء السيزون رصدنا لها تقرير دي مبادرة بانلاستيكس ايضا صح وفي عدب من المبادرات يعني يمكن احنا تابعنا تقرير عن هذه المبادرة حيب يتكلم عليها وفي عدب من المبادرات كانت وليدة من هنا من محافظة الاسكندرية تحديدا وده اللي بيقول اديها محافظة سباقة شفنا مبادرة طبيعتها عاوز اسأل حضرتك سؤال على المستوى الشخصي باعتبار ان اكيد ليك ذكريات يعني على مر السنوات في محافظة اسكندرية تحديدا او مدينة اسكندرية ايه ابرز حاجة شايفها تغيرت سيادة المحافظة ابرز حاجة شايفها تغيرت في مدينة اسكندرية بسبب التغيرات المناخية لا خلينا اقول لك التغيرات المناخية سببت لنا مشاكل كتير جدا كميات الامطار اللي زادت خلال السنوات الماضية اثرت على الطرق والرصف اللي موجود في الشوارع نعم احنا عندنا بنية تحتية اه عفوا اصبحت متهالكة مش هتكلم عن بنية تحتية هتكلم عن الصرف الصحي فقط انا عندي الصرف الصحي البنية التحتية بيسع مليون وتسعمية الف متر مكعب نعم اذا كان بينزل علي في يوم واحد 18 مليون متر مكعب باقي كمية المياه دي هنوديها فين اصبحت انا كمحافظ ووزارة اسكان متمثلة في شركة الصرف الصحي وشركة المياه مسؤولين عن نقل هذه الكميات من الامطار للطرع والمصارف ثم الطرق دي بعد ما بتنزل عليها المياه وتستمر سقوط الامطار لمدة 3 شهور 4 شهور تقريبا الرصف انتهى طب انا مع صندوق تطوير العشويات احنا عاملين اصلاحات في الطرق بـ 850 مليون جنيه في العام الماضي مبالغ ضخمة جدا احنا بنصرفها عشان نرجع الطرق تكاد تكون مثل ما كانت بمعنى ان انا عشان رجع الطرق دي تبقى صالحة للحركة المرورية وللاستخدام ويبقى فيه سيولة مرورية خاصة اسكندرية بتسعب الاثنين مليون ونص ضيف او زائر كل يوم فيه شهور الصيف فطبعا مجهود شق اه الدولة بتعمل جاهدة ان احنا تدينا في الخطة الاسمارية اه ميزانية كافية عشان عمليات الرصف اه فيه في الرصف ايضا اه مشكلة اه انت عارف الكميات البيتومين بتبقى غير كافية اللي هي اه صالحة عشان عمليات اه تستخدم في عمليات الرصف فبنتطر نستورد كميات ضخمة جدا عشان نعيد تأهيل اسكندرية تبقى اه عروس البحر الابض متوسط التغارات مناخية اثرت على كل الابراج والعمارات اللي موجودة على الكورنيش بتشوف الرطوبة اكلتها والامطار اثرت عليها تأثير فالمنظر بيبقى شكل اه غير مقبول او شكل سيء عشان نصلح او ندي دهانات للعمارات دي كلها والابراج دي كلها بطول ستاشر كيلو نص ضخمة جدا محتاجين ميزانية ضخمة لاسكندرية اه الدولة يعني مش عاوز اقولي ساعتك يعني فخامة الرئيس مهتم جدا بمحافظة لاسكندرية وعشان كده احنا شغالين انه كاد نكون لاربعة وعشرين ساعة وبنسع جاهدين اه انها تظل عروس البحر الابض متوسط وخليني اقول جملة اخيرة اه احنا شفنا اه دول كتير جدا بتطلع البحر الابض متوسط اجمل مدينة اسكندرية واجمل شواطئ شواطئ اسكندرية اه اجمل مباني رغم العشوائية اللي اثرت عليها على مدار العشوائات السنين الماضية اجمل انا يعني اه من حق ادفع عن اسكندرية ومن حق اكون منحز لها لكن دي حقيقة احنا شفنا الشواطئ البحر الابض متوسط في اه مدن كتير جدا صحيح نحن الاجمل وحنظل عروس البحر الابض المتوسط الحياة فنف خليه برضو نحن نتكلم عن بقى تجربة شخصية سؤال احباد اه يمكن انا مبارح كنت يعني شفت بعيني بالفعل المنطقة اللي كانت بتسمى المنطقة طبعا العشوائية غيط العنب شفتها تحولت لايه شفتها كانت عاملة ازاي انا بالفعل قبل كده يعني انا من محبين اسكندرية فيمكن كنت بايجي كتير فكنت ما بعدي من هذه المنطقة كانت صعبة جدا جدا فعلا يمكن اللي ما شوفهاش مش هيتخيل هي كان شكلها عامل ازاي لكن دلوقتي اللي هيعدي من قدامها هيعرف بالفعل كم المجهود والدعم اللي يمكن مصر قامت بيه عشان تقدر نحن تتخلص من المناطق غير الامنة والمناطق العشوائية طيب خلينا اقولك طبعا احنا شفت حضرتك بشاير الخير اللي امر بها فخامة الرئيس اكثر من تلاتين خمسة وتلاتين الف وحدة سكنية مساكن عشوائية اصبحت مدينة جميلة جدا ومدينة متكاملة لا احنا عاوزين نروح للابعد من كده شوية عندنا خلال الفترة قادمة عندنا بشاير الخير الجديدة اللي عندي على الطريق الصحراوي اعتقد انتم شايفينها سواء انتم جايين او انتم رايحين منطقة مشارف الهاية الهندسية بتقوم بعمل جبار هناك ان شاء الله مئة الف وحدة سكنية في المنطقة دي ينقل فيها المناطق العشوائية اللي موجودة عندنا في مدينة اسكندرية عشان نطور هذه المناطق وتكون زي بشاير الخير صحيح وتكون مناطق متطورة مناطق حديثة خلينا اقول لك المخطط لمدينة اسكندرية عروس البحر القابض المتاصط مخطط ضخم جدا وكبير جدا هتتحول مدينة خلال سنوات قادمة ان شاء الله الى اجمل مدن البحر القابض المتاصط ان شاء الله يفن طبعا هي في التأكيد خطة استراتيجية متكملة الهدف الرئيسي منها هو حاجة واحدة فقط هو الحفاظ لا مش عاوز اقول استعادة هو الحفاظ على الوجه الحضاري لمدينة اسكندرية عروس البحر الابيض المتاصط التي كانت ومزالت وستظل بعون الله هي يعني واحدة من اجمل المدن المطلة على ساحل البحر الابيض المتاصط بنشكر حضرتك سيادة الواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية هيكنت ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر بنشكرك شكرا لكم على اللقاء شكرا لحضرتك